السلام عليكم ورحمة الله بهذا الفيديو توضيح بخصوص الدخول للوزاري للمراحل المنتهية اليوم وزارة التربية لما نزلت الخبر بتعليمات الاشتراك بالامتحانات الوزارية لطلاب السادس الابتدائي قالت الدخول شامل يعني حتى لو الطالب يطلع بدروس كلها يدخل دخول وزاري هاي فقط السادس الابتدائي الثالث متوسط والسادس الاعدادي الدخول بتلث دروس وعشر درجات يعني شنو تلث دروس وعشر درجات اي طالب ناجح بالسعي السنوي او مكمل بمادة او مادتين راح يتأهل للوزاري السعي السنوي اللي حيجمعون معدل النصف الاول ونصف السنة والنصف الثاني يجمعوهن ثلاثة ويقسموهن على ثلاثة يطلع لك السعي السنوي فهذه السعي السنوي اي طالب ناجح او مكمل بمادة او مادتين او بثلاث دروس راح يتأهل وزاري اكثر من الثلاثة دروس ما يتأهل بالاضافة الى عشر درجات هاي العشر درجات راح تتوزع على المعدل مون كل درس لا هاي بس عشر درجات راح تتوزع على المعدل السعي السنوي يعني اكو قسم من المتابعين ودي راسلولي يقلولي هاي العشر درجات تتوزع عليهم من الدخول الشون فسويتلكم هذا الفيديو ان شاء الله صار واضح ان شاء الله التوفيق